عايزك بقى ايه براحتك كده؟ تحكيلي الموضوع من اول ما روحت للمشروع اللي اسمه ستروف ايجيبت ازاي اده حصل اصلا هو انا كنت رايح لاكاديمية النادل اهل لا لا انا انا الغلطان ممكن السؤالي سيغة هو اللي ماكنش سليم انت لعبت كرة امتى لحد ما وصلت للمشروع ده؟ اه انا انا عندي سبع سنين منت عندها سبع سنين لعبت كرة اه يعني كنت في اكاديمية المقولين حلو فبعد كده عدت فيها سنتين سنتين اه فروحت كنت رايح لاكاديمية ايه ندل اهل في مركز شعب الجزيرة رايح اه لاكاديمية الاهل في مركز شعب الجزيرة حلو فشوفنا السرق في ايجيب وانت رايح لاكاديمية اه انا احنا ورايحين لاكاديمية شوفنا السرق في ايجيب كنت رايح التون مين انا واشرف وكبتن مين اه اشرف اخوك اه اه وبعدين شفنا الصرف إيجابت رحنا إيه؟ دخلنا اختبارات آه يعني أنت كنت رايح في طريقك الأكديمية فشفت يافطى بيقولك هنا فيه اختبارات الصرف إيجابت آه الصرف إيجابت فقلت خش أجرب قبل ما روحي لأهلي آه آه صح كده؟ وما روحناش للأهلي في الآخر ما روحتش للأهلي في الآخر؟ ماشا هنيجي للأهلي دي بعد شوائي آه دخلت اختبارات فدخلت آه يعني ايه؟ عم ايه؟ الاختبار بعد الاختبار 15 يوم عشان يرد علينا حلو إحنا من أول يوم رد علينا ودونا التشيرت وكده آه إنت أول ما شافوك قالوك يلا خد التشيرت انزل للعب آه مش هتستنى لا لا مش هنبقى بروح وهنبقى نكلمك لا لا لقوا موهبة جامدة جدا فيلا أنت هتلعب معنا صح كده؟ صح تفتكر مني اللي كانوا موجودين في الناس اللي بتشوفك مستر عمر وخالد عبد الرحمن والدكتور أشرف محمود والكابتر عبد الرحمن آه آه والدكتور أشرف محمود طبعا المعلقنا الكبير يعني أستاذنا الكبير دول كانوا عاديين بتفرجوا عليك آه كان فيه أجارب؟ كان فيه مدرب اسمه كارلوس من أسباني من أسباني فده شافك وقال للراجل ده الولد ده تاخدوه على طول فورة آه صح كده؟ صح آه أنت في اللحظة دي كنت مصدق نفسك تتوقعت انهم يختاروك بسرعة كده؟ أوه عشان الموهبة اللي عندي كنت متوقع عادي آه ونزلت معا كنتش علقان وكنت خايف ولا حاجة نزلت لعبت آه عادي وكانوا لحواليك جامدين أوي ولا كانوا عاديين؟ آه كانوا جامدين كانوا كلهم جامدين أنت بتلعب إيه أصلا؟ مركزك إيه؟ آه ونجش مال ونجي مين ومركز عشر آه مسي فعلا يعني مش بقزب أنا يعني عندنا مسي بجد يعني حاجات بتاع تمسي دا طيب كلام دا كان من كم سنة؟ يعني مثلا أربع سنين من أربع سنين في دلت الأربع سنين دي بقى في المشروع دا في المشروع دا اللي هو ستار أوف إيجيب صح كده؟ بتعمل إيه بقى يوميا؟ يعني إيه؟ كنت بروح ستار أمرا أرجع آه أنام آه يعني هكذا ما بتذكرش خادس؟ كنت بتذكر في المشروع كنت بتذكر في المشروع طيب في الأربع سنين دول كنت بتتضرب فين المكان فين؟ في مركز عشر بالجزيرة في مركز عشر بالجزيرة انت ساكن فين أصلا؟ في الوراق فالدنيا كانت قريبة شوي مش بعيدة يعني كمين اللي بيوديك ويجيبك؟ ولا كنت تروح لحلك؟ أول سنة أشرف كان بيوديه أخوك؟ آه فالتالي سنين عادي رحت لوحدي انت بقى رايح لوحديك صح كده؟ وانت نجمل فرقة أنا سمعت ان انت نجمل فرقة طيب موضوع بتاع أسبانيا ده حصل ازاي؟ وفي 2022 في ناس جات من أسبانيا اسمه كارلوس برضا ماشي شافني وراح قال الوكيل اللعيبة وكده اسمه بيتر خليفة قال له فيه لاعب في سطرف إيجيبت ده لبناني أسبانيا آه لبناني أسبانيا آه قال له فيه لاعب في سطرف إيجيبت عاوزين نودي أسبانيا وكده حيلو فبيتر بعد كده ايه؟ جاه شافني حيلو وبعد كده بعت لي رسالة على انستا آه وقال لي ايجهز عشان هابعت لك ده وبعدها هابعت لك ده وطلعت أسبوع فين بقى؟ في مدريد في عاصمة مدريد النادي اسمه ايه؟ رايق الكوبندس رايق الكوبندس ده بيلعب في مقاطعة مدريد صح كده؟ حيلو فسفرت أسبوع فسفرت أسبوع يعني لعبت جامد ولعبت ما تشفت معهم ودية وكده فقبلوني فبعد كده رجعت ورضى علينا ايه؟ اللي هما قبلوني وعاوزيني تاني حيلو فدلوقتي يعني ايه؟ عملنا ايه؟ الورق وكده حلو أول مرة الورق اترفع تاني مرة الورق اتقبل دلوقتي ومسافر الورق اتقبل بصراحة وأنا سمعت الكلام ده من أشرف أخوك وميناب وإحنا عاديين برا إنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشهورات تدخل في الأمر وهو اللي سرع الموضوع صح كده؟ صح وهو اللي سهل الأمور دي هاي ومسافر خلاص انت تلعب هتقعد معهم قد ايه؟ هو سنة والقومة بتتجدد كل يعني مع المدرسة اللقومة بتتجدد مع المدرسة اه يعني انت هتبقى عندك سكن هناك وهتدرس هناك كمان يبقى في مدرسة هناك صح كده؟ صح صح كده؟ صح ده ايه الكلام الحلو ده؟ مفيش مرافق لك؟ لا مفيش انت الواحدة ينفع تاخدني؟ اي حاجة اعمل لك اي حاجة؟ بقى رفط بك يا قل ما اكفر سكن اعمل اي حاجة؟ عشان بس لما تبقى نجم كبير يعني بتكيك يا نجم كبير بس لما تبقى نجم كبير تبقى تفتكرنا يعني ها؟ ااكد صورة بس مش عايز منك حاجة يعني بقى تصور معاك بس